بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي المجموعات الغذائية الجزء الخامس أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن تكون عزيز الطالب قادرا على أولا أن تستنتج أهمية الدهون للجسم ثانيا أن تذكر أهمية الحليب والألبان لجسم الإنسان ثالثا أن توضح أهمية الماء لجسم الإنسان أثناء تناول محمد للبطاطس المقلية سقط بعض منها على ملابسه فتسببت بتكون بقعة شفافة على ملابسه فما سبب تكوني تلك البقعة؟ ما رأيكم أحبتي؟ أحسنتم وجود الزيت تعلمنا عزيزي الطلبة في دروس الماضية بعض المجموعات الخمس الرئيسية لكن هل تعرف؟ ماذا تبقى من مجموعات لم ندرسها؟ ما رأيك؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ أحسنت مجموعة الدهون وأيضا هذه الصورة رائع الحليب والألبان وأخيرا الماء شاهد عزيزي هذا الفيديو لنتعرف من خلاله على أنواع الدهون وأهميته هل أنت مستعد؟ هيا عزيزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال الفيديو السابق أعزائي حدد أنواع الدهون ومصادرها هل تذكر عزيزي؟ ما أنواع الدهون؟ أحسنتم قلنا أن هناك نوعان من أنواع الدهون فبعضها من النوع السائل كزيوت عامة والنوع الآخر الزبدة والسمن من الدهون الصلبة أما بالنسبة لمصادرها فزيوت السائلة تكون ذات أصل نباتي أحسنتم أما الدهون الصلبة فأصلها حيواني رائع الآن أعزائي لا بد أنكم لاحظتم الملاحظة التالية أن كثير من الأغذية التي نتناولها تحتوي على الدهون بالإضافة لاحتوائها على مجموعات غذائية أخرى فلا يقتصر وجودها ضمن مجموعة واحدة كأمثال اللحم والبيض والحبوب والزيوت فلا تنسى ذلك إذن يمكن أن يكون للغذاء الواحد أكثر من مجموعة لاحتوائه على أكثر من عنصر لكن ما أهمية الدهون كما شاهدنا في الفيديو السابق ما رأيكم نعم للحصول على الطاقة وأيضا للمحافظة على درجة حرارة الجسم وأيضا للعناية بصحة الشعر والبشر والسؤال يقول ماذا يحدث لو تناولنا الدهون في وجباتنا الغذائية بكميات كبيرة هل ينفعنا هذا أم يكون فيه ضرر نعم أحسنتم إن الدهون في وجباتنا الغذائية يجب أن يكون معتدلا ولا يكون بكميات كبيرة لأنه يسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل زيادة الوزن والتي يرتبط بها كثير من المشاكل الصحية منها انسداد الشرعين الآن عزيزي افتح كتابك المدرسي الصفحة الواحدة والخمسون ثم اكتب إجابة سؤال اختبر نفسك ما أهمية الدهون للجسم وما هي مصادرها هل تتذكرون أحبتي هيا سأعطيك فرصة بإمكانك أن توقف الفيديو ثم تكتب على كتابك وبعدها نتأكد من الإجابة معا هيا كن بإقاف الفيديو ثم اكتب الإجابة الآن عزيزي سنتأكد من الإجابة التي كتبتها قلنا أهمية الدهون بأنها تزود الجسم بالطاقة وأيضا لصحة الشعر والبشرة وأيضا المحافظة على درجة حرارة الجسم أما مصادرها فمصدر نباتي ومصدر حيواني أحسنتم من كانت إجابته كاملة وصحيحة رائع أما للمجموعة التالية وهي مجموعة الحليب والألبان فلا بد أن نتعرف على أهميتها انظر عزيزي هذا الملسق الغذائي للحليب برأيكم ما المجموعات الغذائية التي يحويها الحليب انظر إلى الملسق إلى مكوناته فهو يحتوي على دهون وكربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وبعض الفيتامينات أحسنتم إذن الحليب والألبان يحتوي على الكالسيوم وفيتامين دال والكربوهيدرات وأيضا الدهون والبروتينات إذن فالحليب نجد فيه الكثيرة كثيرة من الفوائد سؤال للتفكير يكتفي الطفل الرضيع بتناول الحليب بوصفه وجبة غذائية تساعده على النمو فما المواد الغذائية التي يحويها الحليب وتساعده على البناء والنمو قلنا أنه الحليب يحتوي مجموعات كثيرة لكن ما أهم مجموعة يحتويها لتساعده على البناء والنمو من يقول لي أحسنتم إنها البروتينات افتح كتابك المدرسي عزيزي صفحة 52 وكتب إجابة سؤال اختبر نفسك ما أهمية الحليب والألبان للجسم؟ هيا قم بكتابة الإجابة لوحدك ثم تأكد من الإجابة معنا ما رأيكم؟ من يقول لي ماذا كتب؟ نعم أحسنتم إنه يحتوي على البروتينات للنمو والبناء وأيضا الكربوهايدرات للطاقة وأملاح الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان والبيتامينات للحماية من الأمراض الآن عزيزي من خلال الآية الكريمة ما أهمية الماء في الحياة؟ والآية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي ما رأيكم؟ نعم إن الماء أساس الحياة فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الماء مدة تزيد عن بضعة أيام وهو من حاجات الكائنات الحية الأساسية الآن السؤال يقول ما أهمية الماء للجسم؟ انظر إن معظم جسم الإنسان يتشكل من الماء حيث يتواجد بنسبة سبعين بالمئة من كتلة الجسم ثانيا يدخل في تركيب خلايا الجسم والدم ثالثا يساعد الدم في نقل الغذاء المهضوم إلى أجزاء الجسم المختلفة وأيضا يحافظ على درجة حرارة الجسم عن طريق العرق وأيضا يخلص الجسم من الفضلات لأنه مذيب جيد لمعظم المواد ما مصادر حصول الجسم على الماء؟ كلكم تعرفون أحبتي أن شرب الماء بشكل مباشر هو المصدر الرئيسي لكن هل هو المصدر وحيد فقط؟ من يقول لي؟ أحسنتم إن تناول الأغذية التي تحوي نسب عالية من الماء أيضا من المصادر الأخرى الآن عزيزي افتح كتابك المدرسي الصفحة الثالثة بالخمسون ودون إجابة سؤال اختبر نفسك ما أهمية الماء للجسم؟ هيا عزيزي اكتبها ثم تأكد من أن إجابتك صحيحة والنبدأ يشكل معظم جسم الإنسان وينقل الغذاء المهضوم إلى أجزاء الجسم المختلفة ويدخل في تركيب خلايا الجسم والدم ويحافظ على درجة حرارة الجسم عن طريق التعرق ويخلص الجسم من الفضلات وصلنا إلى ماذا تعلمنا اليوم مجموعة الدهون تزود الجسم بالطاقة وتحافظ على الحرارة وأيضا تحافظ على صحة الشعب والبشر وقلنا أن أنواع الدهون إما دهون صلبة أو زيوت سائلة أما بالنسبة لأهمية مجموعة الحليب والألبان فهي تساعد على النمو والبناء وتقوي العظام والأسنان وتحمي من الأمراض وتزود الجسم بالطاقة وصلنا إلى التقويم افتح الكتاب المدرسي صفحة 52 واكتب إجابتك والسؤال يقول لماذا يعد الحليب غذاء كاملا للطفل الرضيع فاسر إجابتك نقول لأنه يحتوي على أولا البروتينات التي تساعده على النمو ثانيا الكربوهايدرات والبيتامينات والأملاح المعدنية والآن عزيزي افتح الصفحة الواحدة والخمسون ثم تذكر أن تكتب إجابتك في كتابك المدرسي والسؤال يقول ما النتائج المترتبة على تناول الدهون بكميات كبيرة؟ ما رأيكم أحبتي؟ أحسنتم يترتب عليها الكثير من المشاكل الصحية منها زيادة الوزن وانسداد الشرعين وفي نفس الصفحة والسؤال يقول لماذا ينصح بتناول المواد الغذائية الدهنية في الشتاء؟ نقول لأنها تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على حرارة الجسم أما الصفحة الثالثة والخمسون وسؤال التفكير الناقد يقول لماذا تزداد حاجة الجسم للماء في الصيف؟ ما رأيكم أحبتي؟ ماذا يزداد بالصيف؟ نعم لزيادة التعرق وذلك للمحافظ على درجة حرارة الجسم وأخيرا أحبتي لا تنسى الإجابة على واجب التعليم الإلكتروني خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة